وفي مستجدات الصراع الروسي الأوكراني قال المتحدث باسم مجموعة الشرق القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليج تشيخوف لوكالة تاسر روسية للأنباء إن المجموعة القتالية أحبطت محاولتين تنوو بالقوات الأوكرانية في منطقة جنوب دونتسك وضف تشيخوف أن وحدات مجموعة الشرق القتالية مدعومة بالمدفعية قد تمكنت من إحباط محاولتين لانتشار القوات الأوكرانية قرب أجلدار وإلى الشمال من نوفودنتسك مشيرا إلى أنه تم القضاء على ما وصفه بأنه مجموعة تخريبية أوكرانية بنيران المدفعية شمال مستوطنة بريتونوي وذلك بحسب ما أوردته وكالة تاسر روسية للأنباء وضف تشيخوف أن خسائر الجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونتسك خلال 24 ساعة الماضية بلغت 140 فردا أوكرانيا وثلاث مركبات قتالية مدرعة ترجمة نانسي قنقر